صعب الايام دي نشتري سمك كبير الحجم وسعره مرتفع بالواحدة على بعضها عشان كده فكرة انك تبيع من السمك بالكيلو او تقطعه جيزة لو تبيع منه او فيليه وتبيع منه زي ما هقدام حضرتك كده فكرة حلوة للزبون وللتاجر ولكن عايز اقول على حاجة بص كده على الزعانف الصفرة دي الراجل بقول دي تونة بنسبة 100% لو شفت العلامات الصفرة دي مش عارف هو مطحة كده ليه ولكن خد المشهد الحلو ده كده التونة يا جماعة المفروض تتقطع الجزل على بعضها كده ويتبع منها ولكن هنا التاجر وخطة منص زي ما يكون بقطع بطيقة وانا بقوله كده غلط المفروض تتقطع جزل ويتبع منها تعالوا نشوفوا بقى هما بعملوا ايه تاني كده اهو فيليه وبتقطع جزل سمكة فيليه وتقطع الجزل بيتبع منها بالكيلو فيه سمك زي الضراك وزي الناجل الكبير وزي شراع البحر وزي مثلا الهامور بيسموه فرخ توين الكبير الحاجات دي كلها بتبقى سمكية معدية تلاتين اربعين لخمسين كيلو دي ما ينفعش جماعة تتبع على بعضها الا اذا كان بقى حاجات عزومات او عائلات او رمضان والايام الحلوة اللي جاية ديت اه ينفع حد اشتراء البحر ده ويعمل بقى العزومة اه 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 مثلا المئيدة رحمان زي ما حضراتكم تحبوا لكن احنا بنتكلم على الاسرة اه خمس افراد فردين تلاتة لما يروح اشتري سمكية كبيرة صعبة شوية فعشان كده اه التجار بيعملوا ايه بيقطعوها جزل وبواها بالكيلو او بيفلوها بالشكل ده كده ويتبع منها كيلو الفليه بسعر معين بتبقى حلوة او اللي عايز ربعة واللي عايز نص واللي عايز كيلو واللي عايز اتنين كيلو اه كل واحد ورغبطه هنا الراجل بيعمل ايه بيفل سمكة البركودة بالشكل ده كده اهو سمكة كبيرة اه طعمها حلو اه تتعمل مقلي تتعمل صواني بتتعمل مشو برضه على الجريلا فليه مشوي هنا بتتعمل فليه من الاسماك الحلوة اللي تتاكل هي البركودة دي والتونة اللي شفتها في الاول دي تونة ايه تونة اصلية الناس بقى اللي هتقول لي فين فيديو تونة موجود على القناة تعالوا بقى نشوف الناجل الحر وده بقى يا جماعة من احلى واجمل الاسماك اللي ممكن تشوفوها النهاردة في حلقة السمك ده برضه بيتباع ممكن حد يخدت بالواحدة كده ويتفنن فيها ويعمل فعل اللي هو عايزه في ليه ماشي جزل ماشي يعمل منها شرب صواني اللي هو عايزه وطبعا بص بقى بص بص الله عين على الجمال العلامات اللي بالطول دي اللي بالعرض دي مفيش كلام ده ناجل حر بنسبة 100% ده مزين الحلقة كلها الاسماك الصغيرة طبعا الحاجات الفريش الحلوة دي بيتباع منها زي ما انت ازقناها كلام النهاردة على السمك الكبير سهلنا عليكم شوف بقى المنظر شوفوا الروعة حلقة السمك موجودة على البحر مباشرة يعني لما تشتري سمك وتطلع تاخد المشهد ده كده وتبص لا ده انت تروح مبسوط ويعين على الجمال شوف الاجانب ولا ولا والحاجات الحلوة والصباح اللي زي الفل اللي دايما عايزين الله الله احنا بنشجع الحاجات بقى الجميلة في بلدنا ولا 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 شايف حلقة السمك حلوة ازاي شايف الروعة يعين على الجمال ويعيني على روعة حلقة السمك اللي موجودة في البحر الاحمر عايزين نقول حاجة تبالح البحر يلا كلنا كده مع بعض نصلى للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ويلا كلنا نذكر الله ونقول لا اله إلا الله محمد رسول الله كانت من المشاهد الحلوة النهاردة التونة والناجل والبراقودة لما تروح بقى تنزل للسوق ما تنقضش أي سمكية كبيرة عايز منها كيلو اتنين هتلاقي ان شاء الله وإحنا هنا في حلقة السمك موجودة على البحر بوري لكم المشهد اللي قريب من المراكب والبحر إزاز تشوف كل اللي انت عايزه البحر والحاجات الجميلة اللي تمتعك دي وترجع مبسوط أكلة سمك حلوة فصحة جميلة ناس كويسين وأماكن من أجمل الأماكن اللي ممكن تشوفها في محافظة البحر الأحمر حلقة السمك اللي موجودة جنب وجامع المين الكبير يعين على المشاهد بص بقى واستمتع واخد نفس عميق ده ووحد فيه الله واستغفر ربك صلى على النبي احمد ربنا ومن أحلى وأجمل الأماكن اللي موجودة في البحر الأحمر برضه المشاهد اللي بتشوفوها هنا الأجانب والسياحة والحاجات الحلوة وأبو شرارة بقى مالي العرض والتونة أهيه أهيه شايفين شايفين صامرة إزاي عينة على الله هي دي التونة بقى هي دي الحلوة استنونا طبعا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب هننزل أحلى وأجمل الفيديوهات اللي ممكن تشوفوها حصري على قناة الشيف رضا شعبان فودا اللي دايما بيدعي لكم ربنا بدوام الصحة والعافية والستر والخير في الدنيا والأخرة شوف بقى المشهد دا كده أهو هنا بقى الحلقة كاملة هي عملنا لها فيديو يا جماعة موجود برضو بس ما جبنهاش من يم البحر جبناها من الأول وصورنا فيها أسماكة حلوة ادخلوا شوف الفيديو إن شاء الله هيعجبكم وده المشهد التاني اللي بيتكلم عن السمك الكبير وإنك تبيع منه الطاعي وصورناها من عند البحر يارب يكون الفيديو النهاردة عجب حضراتكم تتظرونا إن شاء الله بإذن الله هنعمل لكم أحلى وأجمل الفيديوهات القادمة ما دمنا على قيل الحياة بمشيئة وأمر إلا ما تنسناش بقى بلايك وتعليق حلو ذكر الله والصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر